اكد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات اهمية برنامج منتديات معرض البحرين الدولي لطيران 2022 الذي يشكل جزءا حيويا من المعرض واكد سعادة الوزير ان برنامج المنتديات يعد احد عناصر الجذب الرئيسة ويعمل كمنصة للمناقشة والتعاون وتبادل الافكار حول الموضوعات ذات الاهمية الكبرى لتقدم قطاع الطيران ونموه المستدى على مدى يومين وبمشاركة خبراء ومتحدثين اقليميين ودوليين من قطاع النقل والطيران والفضاء سيشهد معرض البحرين الدولي للطيران 2022 الذي سيعقد في نوفمبر المقبل انعقاد منتديات نقاشية سيقدم من خلالها محتوى حول احدث الاتجاهات التي تشكل قطاعي الطيران والفضاء العالمي المنتديات النقاشية التفاعلية لهذا العام تتمحور حول اربعة موضوعات رئيسية وهي المطارات وشركات الطيران والشحن الجوي والخدمات اللوجستية الى جانب مساهمة المرأة في مجال الطيران فيما يتمحور الموضوع الاخير حول علوم الفضاء ودراسة التطورات العالمية فيه وبذلك تكون المنتديات المنعقدة ضمن المعرض باقة متكاملة لكافة المؤسسات المشاركة والمهتمة في مجال صناعات الطيران والفضاء كما ان كل موضوع ضمن المنتدى يضم متحدثين رفعي المستوى يلقون كلمات رئيسية ويشاركون في حلقات النقاش ويشمل ذلك كبار الممثلين من قادة الطيران المعروفين والمنظمات ذات الصلة ابرزها اتحاد النقل الجوي الدولي ومؤسسات عالمية في صناعة الطيران مثل شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن ويعد معرض البحرين الدولي للطيران مساهما في خلق فرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية وتطوير الاعمال من خلال برنامج متكامل يربط الوفود المدنية والعسكرية الزائرة للمعرض بالشركات وصناع القرار الى جانب توفير منصة لعرض احدث المنتجات والتقنيات والابتكارات في صناعة الطيران على مساحة 14 الف متر مربع جدير بالذكر ان المعرض سيسبقه منتدى المنامة لرؤساء هيئة اركان سلاح الجو في نسخته الرابعة في الثامن من نوفمبر بحضور نخبة من القادة الجويين والشخصيات العسكرية كما سينظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات ندوة بعنوان البحرين في الطيران التاريخ والافاق بمشاركة متحدثين من ذوي الدراية والخبرة المباشرة في قطاع الطيران البحريني سعيا لتطوير هذا القطاع الحيوي في المملكة واستشراف افاقه